تلت اعداد يلا وزعوا الشربات يا حبيبي يلا كنا نقول مبروك لكل الطلبة ان شاء الله في تلت اعداد واستعد ناوي تدخل ايه تعليم فني ولا تعليم تمريد ولا تخش تعليم سانوي ولا ناوي على ايه طبعا نتيجة الجيزة ظهرت وقرنا اوائل الطلبة عندنا في موقعنا زي بظهر قدامكم موقع اجيال اندلس او صفحتنا على الفيسبوك يحدث في التعليم او عندنا على اليوتيوب اجيال اندلس طبعا دي صور ونتائج الاوائل في الجيزة والجيزة ظهرت بدري لانها عبارة عن ادارات لكن نتيجة معظم المحافظات ابتداء من يوم الاحد ان شاء الله هيتم ظهور النتائج اول باول وان شاء الله كله استعد سواء ضمياط سواء هنا ولا هنا لما كلمنا احد المسئولين واكدنا ان النتيجة مبشرة والنتيجة جميلة جدا وان شاء الله تلت اعداد هتكون السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت وهيكون التنسيق كويس عشان بس ما حدش يسأل التنسيق يبقى عامل ازاي تنسيق يكون كويس السنة دي وان شاء الله كله هيحقق امانيه وكله هيحقق احلامه بدخول السنوية العامة واتمنى انتوا تفكروا شوية في موضوع السنوية العامة لان فيه مدارس كتير جدا اكتر من 37 مدرسة غير السنوية العامة وفيه تعليم فني ارقى واعلى من السنوية العامة اتمنى تفكرهم في خارج السندوق ياريت نفكر في حاجة غير السنوية العامة لان كله دلوقتي بيجرى على السنوية العامة رغم اللي فيها مشاكلها كتير فنتيجة الشهادة العددية سواء في محافظات مصر كلها ابتداء من يوم الحد تتوالى النتائج ان شاء الله مباشرة هيكون معانا لينكاد كتير داخل صفحتنا على يحدث في التعليم في الفيسبوك او قناتنا قناة اجيل اندلس واسد لكم كل الروابط اسفل الفيديو بحيث لما يكون في اي نتيجة هتلاقيها موجودة على موقعنا موقع اجيل اندلس نقول مبروك ونوزع الشرباط واستعدوا بقى ويأجزم واتفرحوا بالاجازة وما تشيلش هم من نتيجة لان كده ولكن ان شاء الله نتيجتك مباشرة اللهم بلغت اللهم فاشهد